الله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا خلقنا لننعم بدنياها أعد فيها كل خير لكن علينا أن لا ننسى أن هذا الإله الكريم نريد أن نشكره نحن نريد أن نعيش مرحلة الحب مع الله سبحانه والعالم نريد أن تكون علاقتنا أيضا مع الله لا علاقة عبد ذليل خائف من رب قوي يملك النار ويملك الدنيا لا علامة محبا لحبيب لذلك الصلاة بالنسبة ليك هي علاقة لقاء بالحبيب جلسة محبة ولذلك عندما أجلس أقول يا حبيبي غارة النجوم ونامت العيوب وخلا كل حبيب بحبيب وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي وإن تردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك لأنه ليس لي رب سواك فأدلوه ولا إله غيرك فأرجوه أجمل مناجات أعيشها عندما أجلس بعد صلاة الفجر بيني وبين الله أقول له يا حبيبي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر الناس نيام وأنا بفضلك وكرمك ومنك وجودك وإحسانك بين يديك قائم أسر يا حبيبي إن تردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي وإن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي